شوية المعنويات الأحصاء الأخير في الكيان الصهيوني رغم الولادات نسب الأرأي لا 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 عدد السكان كانوا 7 ملايين وحملات لجلب يهود العالم إلى الكيان الصهيوني وولادات وفي ثمانية أشهر نقصت يعني الشعب انتحه منقص 500 ألف هبطوا من 7 ملايين الـ 6 ملايين ونصف ويعني أنه ثم 800 ألف غادروا بدون رجعة أبو خاشد علش 500 بركة نقص وقد ثم ولادات إذن ثم 800 ألف غادروا الكيان الصهيوني بدون رجعة وهذا هو أكبر اختر عليهم لأنه هذا يجاي رغم الامكانيات الرهيبة اللي يحطوها للقادمين الجدد والتسهيلات والأموال وتشجيعات ورغم هذا 800 ألف غادروا رسميا الكيان الصهيوني نحو ربا فهم إضافة أخرى فهم انشقاقات كبيرة داخل إسرائيل ومهم هذه الانشقاقات نفهموا بها الانشقاقات في الحرب اللي قاعدين يعموا فيها طب ها مش نعطيك مثالنا مثلاً ليبرمن اللي هو من عتات التطرف الصهيوني أبيكدون ليبرمن اللي شد وزير الدفاع هذا مؤسس حزب إسرائيل بيتنا هو هذي ربا بابا لبرمن عنا باقابورة وكلو شعر هذا كان بورتيه في مولدفي بورتيه بتاع كازينو عم منين أسس الحزب الطعام باندي 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 أسوا ما كل اليهود الروس اللي هاجروا إلى فلسطين محتلة مليون مليون روسية بعد انحلال الاتحاد السوفيتي والمليون الروس طيو إحنا نتنبك نسية اللعبين المتفاعلة في الحصة الفارتة تحدثت على انقسامته ومش الكل ربعان ونصف درجة اليهود اذا شوف احنا حكينا على الاشكناز والسفاردين تعرف الصهينا تعرفش مناز صهيونية رب برشة إسرائيليين يعتبروا الريهيد الروس خطر كلهم وهمش يهود ربوني هاجروا للطبعهم اللي أنا موقتها فم مشاكل فقر ومزيريا هاجروا إلى هناك تصور انت الكثير من اليهود الروس عندما يموتون في إسرائيل لا يدفنون في المقابر اليهودية يعتبرون مسيحيين مزيفين معناها يهودي مزيف جاء الغاتي الانقسامات هذه هو العبالي لبربان وهذاك عليش هو التطرف الحزب نتاعه لأنه يقود مجموعات من اليهود المتطرفين جدا الباحثين عن الخلاص وعن الثراء والباحثين عن الأمان خاصة أو بعض الامكانيات والمطامع أو الغنائم الشخصية إذن فمن الطبيعي مش شوف انت لي بربان بهذا التطرف واضح أبو الباب السلم مهم شكونهم الناس هذوما شكون الأحزاب المتألف منهم الاتلاف الحكومي العدو لكن زيدي شكون اللي ساند فيهم شكون اللي شرع لهم شكون اللي يصحح ويمضي على المساعدات شكون اللي يبعث لهم في كل ماهو مساعدة للإبادة معزاني شوف سيد سيبول بيبعطاهم قيمة كبيرة كيسبها محزاب خذك نقوله حزب من عنده رؤية عنده توجه هذوما مجموعات إجرامية عمين وعدي هذوك عن ديانة عبارة عصابات عصابات عمافيا مختلفة عصابات إجرامية نعطيهم كلمة حزب خاطر كلمة حزب رؤية وتوجه وسياسة وديمقراطية هذو ملاح عصابات أما الحاجة المذابية التي تنسل كل والعباد كل يمشي الحاجة البيئة كنقوله في المنظومة الأمريكية اللي هي نفاذ المعلومة والمعلومة تكون متوفرة معنا النجم ونعرفه كل واحد سياسي فاعل في البيئة المتحابات الأمريكية قداش يخد فلوس وقداش يخلص ومن يخلص قلنا خلينا نحصل شوية لخديمة هذية نحصلها في جميعها النواب هذوم اللي شفناها لابس ازاي واللي شفناها متقلق واللي شفناها فابتني يبكي على خد وشفناها يكتب في جملة على قذيفة باش يقول فابتني فينش دام وشفنا حتى اللي وصل حتى يهدد في المحكمة جنيه الدولي معنا بش قل كل هذومة كل حب نعرف أنا حاجة كذومة شكيفاش تعرف اللي كل واحد غاد يخلص هذوم من سميهما أنا النواب المرتزقة المرتشين المرتشين اللي هو النجم والله يتعفل الدول العربية اللي عند الفلوس احنا البترو دولار وليقدين عليه كأن نعطيه مرتين قدر يعطيه فيه كينا سهيون يتعو القرار الامريكي نحاولو البقع اخرى خاطر العبادة ذو ما بيوعة بالفلوس تشريهم جيت نشوف أنا في القائمة تعال العبادة نلقى في أعلى القائمة نقد جو بايدن أول أكثر واحد اخذي فلوس خمسة ملين وستة مئة ثمانية ثمانية ألف وصفر تسعة وستين دولار هذي اللي هو بلا يقول لهم التونسي 15 مليار تونسي معناها 15 مليار تونسي أذيرا والفلوس اللي يخداها من عند بعد وفسرناش معناها خلص خلص معناها خلص غادي اللوبيينج اللي هو كيما نحكيو عليه حنا في سبع عبادة يجين خلصوا بشي يدعم توجها معين ولا قرار معين دعموه دعموها ب15 مليار تونسي هيلاري كلينتون في المرتبة الثالثة زوز ملين وستين هيلاري كلينتون خارقة عداعش اللي سامت في خلق داعش معناها جماعة هذوما تحب تجي توجههم للسياسة معينة خلصهم يمشيوا 6 مليارات ومساين سمحني كيجيت أنا شفت قلت ميكرو موز الايباك الايباك ساهمت في انجاح 68% من المترشحين في الانتخابات ساهمت في تدمير 13 الواحد كان مترشح اللي هو مش معه مساند الكيان الصيوني صرفت 17.4 مليون دولار في الانتخابات الأخيرة هذي مشيت الايباك لو ما حكيتش على القطاع الخاص ما حكيتش على الاعلام اللي هما متمسكين فيه ما حكيتش على الشركات الكبيرة كيما فيسبوك وكذا اللي هي تدعم وحملات المقاطعة ما شفتش حملات المقاطعة قداش لأربكة النسيج الاقتصادي أنا خاتل مش تعرف مدى قوة التمويل للحزة أكثر ناس اللي هي قاعدة تنتفعها من التمويل هذي حزب الديموقراطية الحزب الجمهوري اللي هما أكبر حزبين في الولايات المتحدة الأمريكية معناها كي جيوا نشوف نقاول لفهم الديموقراطية لحتاجها هذه مجموعة من المرتزقة أبادة شعب كامل اللي هما الهنود الحمر وشدوها وبدأوا يبيعها على المزاد العلني اللي يحب صوتي يدفع أكثر وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه وكي نشوف أنا نخذ المقاربة هذي نقاول اللي القرار القرار السياسي الأمريكي مرتهن في بعض الدولارات بشيك ولذلك الدول العربية برب يا قطر في عدم تسايف المفاوضات عمليني شوية بكشوكاتك التي تسري بها من أنت اللطل الفاخرة في أوروبا والنوادي تعكورة القدم حق ممكن حق ريالد مادريد ولا حق باريس الجرمار وأنهى القضايا الفلسطينية من عقود جيست يسري ذمم العديد من النواب اللي هي معروضة على الرصيف نتخبم شكوص هاري لذي ما خايف عليك من الشورت هذه معز سليم ثب أنا أنا معز كي بداي يحكي ذكرني في مثال تونسي يقول أطعم الفم تستحى العين معناتها ذلك هو اللي صاير هذا معناتها الفلوس تحيي نفوس وتشري لل لل الدسيزيان شوفوا حتى عنا نحن العرب فما موجة عالمية أنا يظهر لي على خاطر تدعيات تاحة ويمكن التفسير تاحة اللي النظام السياسي العالمي إلي معناتها في آخر كل واحد كل واحد بدأ يجب تروح ويتطرف في انتظار تشكيل النظام وخارطة سياسية جديدة نحن نقول ديما التطرف مشبه منا ومنا الاعتدال هو أهم حاجة هو أصص الحياة الحوار هو مهم كي توفى تاقف الكوميليكيشون عن العنف وعنا القتل وعنا الدم أنا كنشوف 274 فلسطيني يتوفيوا في ساعتين يستشهدوا في ساعتين يستشهدوا في ساعتين وقول مشبه دي كله مشبه قداش من نروح ماناش نحكي وشكون صحيح وشكون غالط نعفو نحن وشكون الصحيح مي الصحيح والي حرر في أرض والغالط هو مختص بالأرض بطبيعة الحال واضح مي راهوا في وقت من الأوقات الناس يجب تقعد وترجع على خاطر ما تنجم تحارب أنت عالم كامل هو ضدك يغلبك يمول من هنا يعطي في الفلوس من غادي يشدك في الشسم والونو قرار مجلس أمن دولي أيها وسبعين سنة وما ثم شي إلى متى مع أنتك تشوف أنت النواب الأمريكان وتشوف رئيس المتحدة نقول أنت نقعد وحنا كعرب نتفاهم وعليه ما يتحكي على التعواصل العربي نحنا عنا فلوس عنا فلوس كما قال لك هو الفلوس هو هو إلى سيتي دولة نحكي موجود واللي ولينا كينا نطلبه في المستحي معلوفة إذا فيه بربي الحزب الديمقراطي في 23 24 تمول من عند الكيان الصيوني 25 مليون دولار و14 مليون دولار من حزب الجمهوري خب ربي نحب نعطي المصدر المعلومة open secrets following the money of politics تقاو كل المعلومات محينا يوميا خطرنا استنيتك بك بش تكملنا الأرقام وانتي سايم يعني بالذهب تشتر المعاد الصلب وهذا فهمينه هما أنت مثلا أكثر حاجة عملت بوليبيك في العشر سنوات الأخيرة ما هي في عادتران ما ينقل السفارة إلى القدس وكانت ورا حملة كبيرة ونقلت السفارة الأمريكية وانت لأبيبي إلى القدس ماذا كان وراها كان مليون كان وراها لوبي والله ودعم سياسي وتخرجات توراتية أو ما شابه لا 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 كانت هذه قررت في جنسة قمار في جنسة قمار في نيويورك مع ملك القمار الأمريكي اللي هو يهودي اللي اسمه شيلدون أدلسون هذلك كان يراهن على ترامب وكان ترامب ما عنده حتى حضور حتى في الحزب الجمهور الأمريكي ما زال في البدايات يعني في التصفيات الأولى قالوا له لو تتعهد لي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس فمستعد لتمويل الحملة الانتخابية بتاعك بمئة مليون دولار قبل ترامب قالوا أتعهد ولكن بذلك بعد مفاز نفذ الوعد بتاعه وتشوف بعض العرب ومعض القيادة العربية جروا ويبررون فيها إلى غير ذلك معناها في جلسة القمار وفي صفقة شخصية تم معناها اتخاذ مثل هذا القرار وهو يحاول إرغام وقتها معناها ترامب أو إجبار بعض الدول على ذلك هناك في نحكيه وحنا على التطرف الإسرائيلي لأن إسرائيل كانت تسوق نفسها العالم كانت تسوق نفسها العالم على أنها دولة علمانية وفيها مناخ من الحرية واحد حرية وسط مجموعة من العرب المتوحشين هكذا كانوا يسوقوا من نفسهم لو العالم هذه الهسبرة الصهرية علش كانت تخدم قالت الدعاية أحنا عنا ديمقراطية عنا تخابات وحزاب تحكم وإسقاط حكومة مش عارف شنو إلى غير ذلك ولكن الممارسات اللي مرسوا فيها مش منتور تور ربما خطر ضغط للسطح من زمان كانوا يمارسوا في الممارسات هذه وأحيانا يسببون حرجا نعرف احنا هي الرعي الأكبر الإرهابية أمريكا كانوا يسببوا حرج مثلا حرق المجلد الأخصى سنة 1969 جولدا ماير في عاد قول دمر يعني كيسنجر جلنا جنونه كيفيش يعني حاجة حاجة كيبذ هكا يعني يعني أنا من نزمش يقبلها فقيل وقتها له يعني في كلمة على سبيل وقتها المزح يعني كيسنجر في حوار صحفي لما سألوه قالوا له بربي عليش يا كيسنجر لماذا نراك مدمن كثيرا على الخبر قالوا ماذا تنتظرون من شخص يفطر مع بوكاسا في أفريقيا الوسطى ويتعشر مع جولدا ماير يعني كيفي يمكن أن يعيش هذا شخص فبالتالي واضح الامور الكل وين قادة تسير سيد لم يتكلمة كلمة لأنه لا لا فقط أنا لما قلت عديد المرات أنه راه الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي راه مدومة في أيدي آيباك عودتها تقريبا في كل مرة نعود للكلام هذي أنا رأني نحب لديما السيدة المستمعين يكونوا عندهم نظرة حقيقية أنا القاعدة الأمريكية اللي درست فيها فيها خمستاش تعمل خمستاش كيلومتر أنا بلاد أنا بقاعدة عسكرية فيها كل المقاومات وفيها جمعية واحدة جمعية تعمل مجتمع مدني واحدة يعني فيها روما تجروا فيها الجمعية جمعية الصداقة اليهودية الأمريكية وقتها تسألت عام ثمانية وثمانين أول ما شاء أمريكا تسألت أين نحن شقيت نعم نحن العرب مع الأسفة الضباط اللي كانوا معي نتكلم راه الضباط من ثمنتاش من دول العربية همهم الوحيد أين أقرب مرقص أي مش مش نشتحوا في الليل أين أقرب مول أي أقرب يعني وقتها كان نذكر ما زلت صغير السن لكن تكلمت لماذا هذا التصرف التصرف الصغير هذا كاريتم باعت في أعلى مستويات وبقينا لليوم هكا لليوم إلى حد الآن ما فهمناش كيف تدار الأمور في العالم يعني يظنوا وأنه يعرفوا ولكن في الحقيقة لا يعرفون شيء وضيعوا شعوبهم وضيعوا حتى حتى يعني مقدراتهم لأنه كان يفكروا لحظة قال لي أنا النجم بقليل من المال مش برشرة النجم سيطر علي العالم لأنه عندي المال وعندي الكفاءات اليوم لكن مع الأسف الشديد ما زلنا في أك الشمال اللي ريت وأنا أك الصورة اللي ريت عام 88 واللي أزعجتني وقلت يا بأس المصير كان حنا نفكره كما هكاية اليوم أخر رقم سماحوا بش فرنسا فيها سبعة مليون مسلم سبعة مليون فيها سفر نواب في البرلمان سفر سبتمائة ألف يهودي نصف مليون يهودي عندهم ستين نائب بالتمام وكمام في البرلمان الفرنسي وفهموا الباقي وفهموا الباقي شكرا لك سيد العميد وفيق ديدي أقل من دقيقة أنا كنجي نشوف المفاوضات من الغرموش الكيان الصهيوني اللي عادت بناء غزة اللي هو دمارها أما ديما نحكيه وفهموا الدول العربية مستعدة بشتعاوذ تعمار غزة والهنا أنا بعبارة بالنسبة لنا نشوفها رشوة أخرى لدعم إصري أنا نحب نقف كما قلت سيد الغناء فيروز في أغنية القدس زهرة المدان وستمحوا يا نهر الأردن أثار القدم الهامة جاية إن شاء الله مولبابا أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية وسائر فصائل المقاومة الفلسطينية مقبلون على انتصار كبير ما زل متأكد من ذلك وأن محور المقاومة في المنطقة مستعد لكل الاحتمالات وأن هذا الكيان اللقيت سيتفكك قريبا وقريبا جدا واضح شكرا لكم جزيلا شكرا مولبابا دكتور عسلي شكرا معز علي شكرا سيد العميد توفيق ديدي بشانجونا نحكي أكثر على عملية الانسيرات راوة الممر البحري اللي حكينا فيها قبل شكرا عمر هميني لغان عمر هميني شكرا نايد رشيد كنت معنا في الإخراج الرقمي نبيها كراولي سيد العميد آه